تحركات سريعة في أعلى قمة الهرمين السياسي والعسكري في روسيا خلال الساعات الماضية في مسعى لتدارك ما أحدثه التواغل الأكراني في منطقة كورسك الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لبحث استخدام حلول تكنولوجية متقدمة في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوتين الذي توعد برد لائق على تجرؤ كييف على اقتحام حدود روسيا والتواغل في عمق أراضيها شدد على أن المهمة الرئيسية لقوته هي هزيمة القوات المسلحة الأكرانية وزير الدفاع الروسي أندري بيليسوف الذي انضم إلى الاجتماع عبر الفيديو شدد على تطوير إجراءات الحماية الفعالة لحدود الدولة الروسية في السياق ذاته اتفق الكريملين ومجلس الأمن القومي الروسي على أن التواغل الأكراني في الأراضي الروسية جاء بدعم أمريكي وأوروبي كبير وأشار إلى أن في واشنطن مساعدة كييف في عملية كورسك أمر غير واقعي التواغل الحدودي الذي تنفذه كييف في منطقة كورسك والذي يعد أكبر هجوم أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية تسعى من خلاله أوكرانيا إلى الضغط على روسيا لبدء محادثات سلام عادلة بحسب روايتها خبراء يرون أن تورط الغرب في دعم أوكرانيا خلال هجومها على كورسك يدفع بالمواجهات إلى مستويات متقدمة لن تقدر كييف على التحمل نتائجها ومع هذه التطورات التي تأتي بعد أكثر من عامين ونصف العام على الأزمة الأوكرانية فإن مسؤولين في موسكو حذروا من أن عملية كورسك سيكون لها إنعكاسات في اتجاهات عدة لافتين إلى أن الغرب أوصل العالم إلى عتبة حرب عالمية ثالثة ترجمة نانسي قنقر